بين قيادة اتحاد الشغل التونسي أكبر المنظمات النقابية في تونس برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي تم عقد اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن للنظر في سبل تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا بين الاتحاد والسلطات والخاصة بأوضاع الموظفين الاجتماعية وكذلك التباحث حول قانون المالية والأوضاع السياسية في البلاد والاجتماع الأول بين قيادة اتحاد العام التونسي للشغل وحكومة بودن تم الخوض في أولا قانون المالية الذي لا نعلم عنه إلى حد الآن أي شيء ثانيا الدخول في مفاوضات للزيادة في أجور عمال وموظفي الشركات العمومية والقطاع العام ثالثا مطلب الترفيع في الأجر الأدنى الموعد من أجل تحسين أوضاع المعيشية ثم أساسا الاتفاقيات القطاعية التي تم أبرامها منذ سنة 2012 ويرى مراقبون أن الاجتماع يأتي في خضم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في تونس ولسيما مع تراجع القدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية واحتكار بعضها وإيجاد تصورات مشتركة من الطرفين لحلول تلك التحديات هذا الاجتماع بين الحكومة واتحاد الشغل يبدو أنه جاء في الوقت المناسب في ظل هذا الوضع الصعب الذي يمر به التونسيون على المستوى المعيشي وعلى المستوى الاقتصادي أكيد أن هذا الاجتماع سيتباحث الحلول المناسبة لتطوير المقدرة الشرائية المواطنين والذغط على الأسعار وللحد من ظاهرة الاحتكار والمضاربة بالسلع وبالأسعار وعلى أمل أنه يقع التوصل إلى حلول هذا الاجتماع حلول ترضي التونسيين وتشفي غليلهم وتحقق انتظاراتهم من الصعوبات المعيشية التي يعيشونها وجرى خلال الساعات القليلة الماضية اتصالا هاتفيا بين أمين عام اتحاد الشغل والرئيس التونسي قيس سعيد للتباحث حول الوضع العام في البلاد والتقدم في المرحلة الانتقالية ويأتي ذلك بينما حذر الرئيس سعيد في تصريحات له من محاولات ذرع الفتنة بين التونسيين معتبرا ذلك بالمحاولات اليائسة يأتي اجتماع اتحاد الشغل التونسي والحكومة في ظل الوضع السياسي الاستثنائي والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد ياسر ذبابش الغد تونس اشتركوا في القناة